السلام عليكم سماحة الوالد يقول السائل ما حكم رؤية السحرة والكهنة في التلفاز دون تصديقهم لنرى كيف يتكلمون وهل يدخل هذا في حديث لم تقبل له صلاة أربعين يوما إذا صدقتهم تدخل في الحديث أما إذا لم تصدقهم فإنك تأثم وقد لا تقبل لك صلاة أربعين يوما فلا يجوز النظر في هذه القنوات بل يجب الابتعاد عنها وما الذي يدريك أنها لا تؤثر عليك وأنها لا تصرفك عن دينك أنت معصوم أستبي معصوم عليك أن تبتعد عنها غاية الابتعاد وأن تبعدها عن بيتك وعن أسرتك نعم